لكن أحب أهم شيء في كل الموضوع الشيء الثالث إنه إشعياء بقول إن هاي الولادة رح تكون معجزة لأن دخول المسيح إلى العالم رح يكون معجزة وبالنتيجة إنه في نبوات كلها عم تتكلم شمال يمين من ألاف سنين من آدم إلى آخر نبف العهد الجديد كلها مقتطفات اللي بتتكلم فإنه شهادة ربنا يسوع المسيح هي روح النبوة فالنبوات هي كلها عم تنحصر في شخص يسوع المسيح فالشعياء عم بيستخدم استلاح والاستلاح بقول هالعذراء كلمة عذراء بتعني الشابة ممكن تكون تزوجت هي على سن الزواج يعني شو سن الزواج بذيك الفترة عمر أربع طعش بلغت يعني أو خمسة عشر بل كتير بقول هالشاب هالعذراء باللغة العبرية علما تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عم نوئيل طبعا في إنجيل متقال الذي تفسيره الله معنا الشعياء بيتنبأ عن الميلاد العذراوي فبقوله طبعا في كلمات أخرى في العهد القديم مزبوط في كلمة نعراء اللي بتعني برضو كمان فتاة في كلمة بتولاء مثل بتول في اللغة العربية لكن برضو مش غلط لأن الكتاب المقدس في كده آية في الكتاب المقدس بيتكلم عن العذراء بنفس المعنى علماء فمثلا بيعطيكو بعض الأمثلة في سفر التكوين صحح 24 بيتكلم عن رفقة إنه هي علماء يعني كانت عذراء في أمثال 3019 بيتكلم عن طريق رجل بفتاة علماء في اللغة العبرية يعني عذراء في نشيد الأنشاد صحح 1 آية 3 لذلك أحبتك العذارة ترجمتها علماء على موت في صيغة الجمع وعذارة بلا عدد نفس السفر نشيد الأنشاد صحح 6 والآية 8 بنرجع لصفر الخروج صحح 2 آية 8 بتكلم عن مريم أخت موسى أوكي بيتكلم في مزمور 68 آية 25 فتيات ضاربات الدفوف على موت في الجمع وهكذا أحبائي فإذن ولادة ابن إشعياء كان رب جلب الأشعريين على مملكة إسرائيل ومملكة آرام القضاء عليهم وأنه فعلا أحاز بقية مع أنه كان ملك شرير لكن شكرا للرب أجا ولد يعتبر من أحلى الأولاد اللي هو الملك حزقية ملك يهودة الملك المستقيم اللي صنع المستقيم في عيني الرب فإذن قبل ما يولد ابن إشعياء انتهت إسرائيل وانتهت آرام تمت النبوة وأنه أنه الله مش راح يعدم من كرسي داود أنه ينتهي لأنه لازم المسيح يجي من المل النسل الملوكي وهذا طبعا اللي بيتكلم عنه في العهد الجديد اللي هو منسمي معجزة التجسد يعني معجزة التجسد مجيء المسيح إلى أرضنا إلى عالمنا